السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسبساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسليد في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل يا هند السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله الشيخ الله يطول عمرك أنا ديثتني بقلبي أن يصوم وأغتسل على اليوم أصوم اليوم وقلت أحس إن شاء الله أني أقعد الساعة قبل أذانة الفجر بس أني ما حسيت إلا الساعة 8 صبح يوم أني قمت الساعة 8 صبح ولقيت لون بني كأن الشاب غارب للون البني البني غامق الساتح قمت عد اختسلت يا شيخ وانا صايمة لحد الآن والآن رحت دور المياه بعد وشفت بعد لون بني بتوضيت وصليت وصيامي وجائز وصيامي لك أنت يا هن تطهرين أنت بالقصة البيضة أم لا بالجفاف لا يا شيخ بالجفاف وطيب والدم انقطع كم مدة انقطاع اللي حصل أمس أمس شيخ من الساعة أمس بعد الفطور لمن يعني من بعد الفطور ما شوف الدم من بعد الفطور وشفتيه الساعة 8 اليوم اليوم بس دخلت دور المياه ما علي كان لفوطة ولا شي دخلت دور المياه بس يوم أن أخذت لون بني يعني ك يعني ما أدري طيب 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 بس بك تفكيني إن شاء الله أبشري إن شاء الله تسمعيني الجواب وصليت هو جايز إن شاء الله أبشري أبشري الله أفك يا شيخ بكل حين تجاوب لي لأني أنا ما قدر أشوف التلفزيون الله أطول عمرك أنت ما عندك تلفزيون الآن إلا عني تلفزيون بالسجار الشيخ أبا سويلهم السطوء طيب خمس دقائق بس انتظريني إن شاء الله لأن في أسئلة تنتظر واجد على الهاتف الله يبارك مع السلامة فضلي أحمد أحمد من بريطانيا نعم السلام عليكم السلام أرحو تالله عندي سؤال يا شيخ فضل أخوي عندي بنت معاقة نعم عندي بنت معاقة ذهنيا جسديا عمره 12 سنة ولكن لدي عاقل بنت ديال سنوات وتأخذ الأكل عن طريق أنبو في بطنها نعم والآن وصلت سن الولوغ فبعدا نعمل معه من حيث الصلاة والصوم أنت ذكرت لي أحمد أحمد ذكرت لي أنها معاقة ذهنيا نعم يعني عقلها يعني غير موجود لا عقل ديالبنت عندي ست سنوات عقلها تقريبا حق عمر الست سنوات فقط نعم نعم طيب يا أحمد أبشر فمدر ما مع حيث الصلاة والصوم ولا يكفر إن شاء الله يا أحمد جزاك لأخر يا شيخ أهلا وسهلا حياكم الله أبو حذيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعطني لك يا شيخ بس نرغي نصيحة يا شيخ فيما نحل لك في الموضوع التأمينات السيارات نصبات يا شيخ بالنسبة للشركات تكافل الشركات إسلامية نعم التي لديها اجتماعات اجتماعات محرمة نعم هذه ما تنسونا يا شيخ إن شاء الله أبو حذيفة أهلا وسهلا حياكم الله أبو أحمد السلام عليكم شيخ عليكم السلام رحمة الله الله يطول عملك يا شيخ سلامك الله أهلا وسهلا مباركي من شهر رمضان الله يبارك فيك يحفظك سلامك الله شيخ الفاضل يعني إذا واحد عنده التزامات التزامات مالية وعنده مبلغ فايض يعني مبلغ لكن الالتزامات أكثر من المبلغ الفايض هل عليها ذكاية يعني التزامات أكثر يعني لنفرض ما زالا واحد عنده 200 ألف ولكن علي خمسمائة ألف نعم هل يزك ثلاثة المئة إن شاء الله يا أبو أحمد إن شاء الله يا أبو أحمد عندي الله أعطيني خاصية يعني بعض الناس تظهر فيهم من السلورام الحزاز السلع وأدفل عليهم أي زين وبإذن الله أنهم يتشافون يعني الأكثرية أي يعني يعني بس بدون مقابل وبدون أي شي نعم ويكون هذا يعني الصباح يعني وقت على الريق أن أي واحد فيه نفس الورام شي أدفل عليه وإنشاء ثلاثة أيام كده إن شاء الله وبعدين يطيب وكلها أقرأ صورة الفات حول المعوذات والكرسي لا أكثر ولا أقل فقالوا لبعض الناس تسأل شيوخ في هذه ومستين اللي تقرأ عليهم طبعا وش الأمراض اللي تقرأ عليها وش شي الأمراض في بعض العرب يجيهم سلع في اليدين في الظهور أي ويوم أقرأ عليهم الحمد لله وأدفل عليهم الحمد لله يتشافون يعني الكثير منهم إن شاء الله مشكور يا حمد بارك الله فيك تسمع الجواب يا حمد إن شاء الله تفضل أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ نحبك في الله أحبك الله يا أخي أحبك الله يا أخي سمعت على واحد الجواب في الجمع الصلاة في المسجد في هولندا أي نحن نجمع الصلاة ولكن الترويح ندرهم في الدار ماشي في المسجد أها لكن يا أبو محمد أي أخفض التلفزيون أخفض التلفزيون يا أبو محمد أنا جمعون العشاء مع المغرب ولكن ترويح ندرهم في الدار ماشي في المسجد طيب تجمعون العشاء مع المغرب أي تجمعون في وقت المغرب أي طيب طيب أبو محمد تسمع الجواب إن شاء الله إن شاء الله أهلا وسهلا أمت الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله جزاك الله خيرا يا رب مرحبا أختي شيخ بس عندي أربع أسئلة يلا على السرعة بس سمحني يا شيخ بس عندي سبسار بسيط يا شيخ أنا لما تصق يعني هذا الديهام بيدي يعني لم يكن نقطة أو نقطة يعني ولدائك سعيد الصلاة كلها في يوم الأول لكن في يوم الثاني انتبهت لهذا الديهام وحاولت أن أزيله بشيء خاشد لكن بقي له أثر يعني ما كان نقطة ونقطتين يعني لأني سنة فترة تقول يعني إذا واحد حاول أن يزيل الديهام أصبر يا أصبر أصبر يا أختيامة الله أنت الآن سؤالك ما هو ما فيهن سؤالك يعني أنا في يوم الثاني انتبهت لهذا الديهام يعني أنت كان على يدك الديهام وبعدين ما انتبهت إلا اليوم الثاني نعم نعم طيب عشان نرتب السؤال يعني ما فهمت أنا طيب وبعدين بعدين يعني أنا انتبهت لكن لما انتظر الحكم يعني الديهام يعني عازل عن الماء دهان تعالحائط الديهام حق جيش الحائط الجدران حق الحائط يعني الأصباغ هاله نعم نعم طيب طيب وبعدين بعدين يعني أنا ما انتبهت أن الديهان يعني هو عازل يعني هو يبطل وضوء انتبهت فيه الثاني قليل ولا كثير كان يعني ليس بكثير يعني أنت عندك وسواس عندك وسواس عندك وسواس أنت لا لا يرى شخص ما عندك وسواس طيب عطيني السؤال الثاني لنسبة فتوى يا شخص تقول إذا واحد حاول أن يزيل الديهان ولمستطاع فوضوءه صحيح طيب السؤال الثاني سؤال الثاني يا شخص أنا مرة أخذت مصحف مصلى متشفى وكنت يعني أجهل الحكم الشرعي وكان هذا قبل سلتين وانا أريد أرجعه لكن يعني وصالي الخبر بأن تم غلق هذا المصلى ولكي يا شخص يجد مصلى آخر أصغر من المصلى الأول يعني هو عبا غرفة صغيرة في جهة مقابلة هممكن أن أرجع المصحف وبعض هذا المصلى الثاني نفس المستشفى أو غير المستشفى نعم نفس المستشفى طيب السؤال الثالث أيضا يا شيخ والدي يقول أن هناك ساعة استجابة يعني لم يقوله يعني لم يقوله مؤذين حيا على الصلاة إلا يقوله إلا يقول المؤذين حيا على الفلاح هل هناك ساعة استجابة في هذه الفترة يعني في الأذان نعم نعم إن شاء الله وإذن يا شيخ أنا صديقتي يعني نست عندي ملفات وأوراق يعني كان هذا مدرسة ويعني هذه أوراق لم تعد مهمة لأنها الآن هي في الجامعة هي يجب علي إخبارها حتى تسامحني يعني يعني ما زالت موجودة عندك لا 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 هي سافت لبعد آخر والأوراق ما زالت عندك نعم موجودة موجودة عندي طيب إن شاء الله يا أمت الله بزاك الله خير يا رب أهلا وسهلا فرح فضل يا فرح من ليبيا فرح راحت فرحت فضل يا فاطمة عليكم السلام رحمة الله الشيخ بسألك عادي جوز حبوب الدورة في رمضان تنشربها إن شاء الله أهلا وسهلا صباح نعم سلام عليكم عليكم السلام رحمة الله بس بنت توضيحني أنا التكبيرات هاي رفع الإيدين الله أكبر هي كل ما نتجد ونرفع لازم نرفعهم لأنه صار في عندي هيك نوع من الالتباس مش عارفة متى ترتفع ومتى لا ترتفع إن شاء الله يا صباح السلام شكرا أهلا وسهلا فرح فضل يا فرح عليكم السلام رحمة الله شيخ أنا سألتك المرة اللي فاتت عن أخذ الأثر من 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 شخص يحتك بي ونشف إنه هو يحسدني أو يعيني أنت جوابت إنه نقدر نطلب منه يختفلي أنا نسأل سؤالي عن أخذ الأثر بدون علمه إن شاء الله يا فرح فحي تبارك الله مرحب من أم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بذات الله خير يا شيخ الله يحفظك وبرك في عمرك إياكم سأل واحد يا شيخ زميلة لي تصلت فيه كانت ممتلمة يعني أحد من أقربائها فكانت حالسة يعني إنها ما تكلمه وقالت دخل رمضان وأنا حين أبغي أكلم هذا يعني الشخص يعني من أهلهم أرحمهم نعم طلعي كفارة يمين أطعام عشر مساكين سواء كلمتي أحين أو بعد ما كلمتي طلعي يعني يعني كفارة يمين لعشر مساكين فهل قولي صحيح الشيخ شعال يا محمد جزاك الله خير أهلاء وسهلاء أم أسامة ألمانيا تفضلي أم أسامة يال تفضلي أختي تفضلي تفضلي أنت على الهواء يلا السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله إيه دكتور أنا أم أسامة أنا مريضة وعمري واحد وسبعين سنة وأنا مريضة يعني بالقلب ومريضة بكل إشي بالضغط وكل شي مرضي يغضر فيه وأنا عم بنسى عم بنسى كتير كتير دكتور كتير عم بنسى يعني عم بصل بكون شايل التليفون عم بحكي معه بصير بدور عليه بإيدي تاني خصوصي بعد ما تساويت العمليات لقلب المفتوح من ثلاث سنين أه بصير بدور عليه وانت وأنا عم بكون عم بحكي معه وعم بدور عليه ايه ايوة طيب يلا تسألين دكتور أنا عمري واحد وسبعين سنة ايه 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 ومريضة أنا مريضة كتير يعني بالقلب مفتوح أم أسامة يعني مريضة بالقلب مفتوح وأنا تعبانة كتير كتير ايه وهلأ دكتور أنا كتير عم بنسى بعد ما عملت عمليت لقلب مفتوح من ثلاث سنين كنت أنسى يعني بس هلأ كتير بكون التلفون بإيدي عب أدور عليه طيب بعدين بصلاة كتير بغلط يعني شلون بغلط بنسى كل مرة بدأ أنا يعني أساوي رقعت الليب يعني أسجد سجود استهو طيب يا أم أسامة تسمعين الجواب إن شاء الله أبشري ايه كمان الشغلة الثانية اه أنا بصلي يعني قيام الليل اتمر رقعات وبصلي بعدين يعني هاي قبل أدام الصبح شيء بساعة وبصلي ثلاثة الوتر بصلي ثلاثة الوتر هلأ عم بصلي معش نعم يا أم أسامة نعم اخفض التلفزيون الله يرضا لي عليك أنت صرت تعيدين الأسئلة الآن بسبب أن التردد اللي عندك اخفض التلفزيون تفضلي يا أختي الفاضلة تفضلي تفضلي أنا والله هذا ليس الفن هذا الفن ألو تفضلي أنت تصليين الآن 12 ركعة أنا يا دكتور أنا وعم بصلي عم بصلي الصبح عم بصلي الصبح كمان ثمان ركعات قيام الليل وبصلي ثلاثة ركعات الوتر بقيفهم قبل الصبح بساعة هلأ بس عم بتعب أنا بالخلوات صرت أصلي يعني بالليل بعد العشاء وبصلي هذا عم بتعب شوي وأنا مريضة نعم إن شاء الله أبشري أم أسامة أبشري إن شاء الله أبشري الله يحفظك من طيب طيب نكتفي بهذا القدر من السئلة بارك الله في الجميع بالأمس بقي عندي مجموعة اتصالات ضاق الوقت عن الإجابة عليها الأخ صالح من عمام بارك الله فيه يقول إذا أقرضت شخص مثلا مبلغ ماني ولكن ما أرجع هذا المبلغ لأنه معسر أو يعني يقول ما أرجع المبلغ ماذا عليك صالح بارك الله فيك بالنسبة للإنسان إذا أقرض شخصا آخر واستمر هذا القرض عند الشخص ومر عليه سنة كاملة فينظر فإن كان هذا المبلغ عند شخص مليء شخص معترف بالمبلغ شخص ناوي يرجع المبلغ فإنه يجب على المقرض أن يزكي هذا المبلغ ما دام أنه عنده عند المبلغ عند مليء عند شخص معترف بالمال عند شخص ما عنده أي مشكلة أما إذا كان القرض عند شخص معسر أو شخص جاحد أو شخص مماطل كلما طلبت منه وقال بعدين 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 هذا المعنى وانت خايف أن ما يرجع المبلغ هذا ما تزكي بارك الله فيك حتى تقبضه فإذا قبضت تزكيت عن سنة واحدة فقط يعني لو افترضنا هذا المبلغ بقي عشر سنوات عند هذا الرجل ويماطل يماطل معك وكذا وقبضت بعد عشر سنوات تزكي عن سنة واحدة أما إذا كان المبلغ هذا عند شخص مليء شخص معترف شخص أمين وقال لك إن شاء الله برجع لك فإنك تزكي هذا المبلغ كل سنة بارك الله فيك صالح أيضا من عمان يسأل عن يقول أنا أسافر مسافة تقريبا 400 كيلو متر يوميا يقول أذهب وأعود بالنسبة للجمع والقصر وبالنسبة للصوم والفطر يقول ما حكم ذلك صالح بارك الله فيك بالنسبة لمسافة 400 كيلو مسافة سفر بإجمع العلماء أجمع العلماء على أن هذه المسافة مسافة سفر ولذلك أخي الفاضل إذا كنت تذهب يوميا وتعود أنت بالخيار بالنسبة للصوم إما أنك تصوم وإما أنك تفطر أما كونك تفطر لأنك مسافر يصدق عليك شرعا ولغة وعرفا أنك مسافر 400 كيلو مسافة طويلة وأما الصوم فهو أفضل لك مدام تذهب وتعود لماذا؟ لأنه يظهر والله أعلم أن هذه شغلتك يعني عندك وظيفة تذهب إليها وتعود فحتى لا يكثر عليك القضاء تكثر عليك الأيام فإذا كنت ما تجد مشقة الحمد لله الأفضل في حقك الصيام أما إذا تجد مشقة لك حق الفطر بالنسبة للقصر والجمع نعم تقصر وتجمع ما دمت على مسافة إذا كان عندك وظيفة في المكان اللي وصلت إليه يعني أفترض الآن أنت تذهب من العاصمة إلى مدينة 400 كيلو أو إلى منطقة بحرية أو إلى منطقة صحراوية ولك فيها سكن وإقامة ويومياً تذهب إذا وصلت هناك ما تترخص بلوخص السفر لا القصر ولا الجمع ولا الفطر لكن في الطريق نعم في الطريق إذا أدركتك الصلاة تصليها قصراً وتجمع أيضاً الصلاة النهارية وتجمع الصلاة الليلية مع بعض ولك حق الفطر لكن أنا أنصحك بأن تكمل صومك بارك الله فيك حتى لا تكثر عليك الأيام ما دام أن هذا الأمر لك صفية من السويد بارك الله فيها سألت تقول يعني هي لما تنتهي من الدورة الشهرية ينزل عليها يعني لون بني وبعدين اللون الأبيض وبعد عشرة أيام أيضاً ينزل عليها نفس اللون البني ونفس اللون الأبيض يا صفية بارك الله فيك بالنسبة لك وليمن يشاهدني من أخواتي وبناتي فيما يتعلق بالطهر من الدورة الشهرية أولاً بالنسبة للمرأة تعرف الطهر بأحد شيء أولاً القصة البيضاء ما معنى القصة البيضاء سائل شفاف أبيض يخرج بعد الدم هذا علامة على الطهر على أن المرأة طهرت وهذا أغلب النساء على هذا الثاني الجفاف وهو النقاء التام بحيث أن المرأة بعدما ينقطع الدم مدة 24 ساعة ما ينزل عليها شيء ولو احتشت قطنة أو شيء ما يخرج شيء ما يعلق شيء هذا علامة الطهر هذا الأمر الأول الأمر الثاني بالنسبة للمرأة إذا رجع إليها الدم مرة ثانية يعني طهرت رأت الطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف ثم بعد أيام رجع إليها الدم تنظر في هذا الدم ما هو فإن كان دم مثل دم الرعاف خفيف أو كدرة أو صفرة أو إفرازات هذه كلها ليست بشيء هذه طهر هذه طهر وذلك لقول أمي عطية رضي الله عنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر الشيء فأي دم ينزل بعد ذلك بيومين بثلاثة بعشرة أيام ينزل بهذه الطريقة كدرة صفرة خيوط إفرازات دم خفيف مثلا مثل دم الرعاف وليس مثل دم الدورة هذا يعتبر طهر واستحاضة بالنسبة لي للدم أنت بارك الله فيك أنت الآن طهرتي بعد عشرة أيام نزل عليك اللون البني واللون الأبيض هذا طهر نفس اللي الآن قررت لك في القاعد طهر بارك الله فيك بعد عشرة أيام إذا نزل الدم الصريح دم الحيض اللي هو أسود ثخيل اللي هو رائحة كريهة وأيضا ينزل سائل غير متجلط غير متجمد هذا دم الدورة تجلسين لا تصلين ولا تصومين وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة فاللي شرحتي لي يا أختي صفية بارك الله فيك هذا الطهر بارك الله فيك تصومين وتقرأين القرآن وتتوضئين لكل صلاة هند من السعودية تقول يعني أنا بيت النية البارح أني أصوم اليوم وعلى أساس أني أقوم وأغتسل تقول ما قمت إلا الساعة الثامنة وجدت لون بني فقط تقول أنا الآن صائمة وأصلي أيضا ماذا علي؟ يا هند بارك الله فيك إذا كان مثلا أنت قلت لي بأن البارح في الليل بعد المغرب انقطع الدم لكن بقي اللون البني الراجح من قول أهل العلم أن وجود اللون البني الكدرة أو الصفرة متصلة بدم الحيض يعتبر حيض متصلة بدم الحيض ما رأيت الطهر لا بالقصة البيضة ولا بالجفاف فأنت إلى الآن تعتبرين عليك العادة أنت إلى الآن تعتبرين عليك العادة هذا هو الراجح من قول أهل العلم على أن اتصال الكدرة والصفرة بالعادة فإن هذا من العادة نص الفقه يقولون والكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض في زمن العادة حيض فأنت بارك الله فيك إلى الآن ما طهرتي ما طهرتي يعني نزول الكدرة والصفرة يجعلك إلى الآن عليك الدورة الشهرية وتقضين هذا اليوم بارك الله فيك وتتوقفين عن الصلاة أحمد من بريطانيا يقول عندي بنت معاقة ذهنيا وجسديا عمرها 12 سنة لكن الآن من حيث الجانب العقلي تعتبر في عقل 6 سنوات يقول يعطونها الغذاء عن طريق الأنبوب يقول ماذا نفعل لها في مسألة الصيام والصوم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك بالنسبة لابنتك الآن اللي بلغت تقول بأنها بلغت لكن عقلها في عقل 6 سنوات وكذلك فيما يتعلق بالعاقة الجسدية والعاقة الذهنية هذه تجعلها فيما يظهر بأنها غير مكلفة إلى الآن غير مكلفة ما دام أنها بمثل هذه الصورة ولذلك أخي الفاضل يعني بنتك الآن غير مكلف لكن إذا أحببتم أنكم تعلمونها الصلاة وتصلي مثلا هذا أهم شيء طيب يعني إذا كانت تفهم وتستوعب وممكن تتلقى منكم مثل هذه النصيحة والتوجيه والتعليم طيب خلوها تصلي بارك الله فيكم وأما قضية الصيام فلا صوم عليه لمرضها أولا ولكون عقلها غير مدركة الآن غير مدركة بارك الله فيك أبو حذيفة من عجمان يقول هناك شركات التكافل الإسلامي يقول يعني تبين بأنها تستثمر أموالها في أمور محرمة ما الحكم؟ أبو حذيفة بارك الله فيك طبعا بالنسبة لشركات التكافل شركات التأمين التكافلية أو التعاونية يعني بدأت تنتشر ولله الحمد والمنى والناس يجدون طمأنينة وراحة في يعني اللجوء إليها خوفا من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الربا أو الغرر أو غير ذلك مما تمارسه بعض الجهات لكن بالنسبة الأصل للمسلم أن يتعامل بالظاهر فإذا كانت الشركة الآن تقول لك والله نحن استثماراتنا كلها شرعية وكلها كذا وكذا المسلم غير مطالب بأن ينقب ويفتش عن هذه الشركات أما والله إذا أنت قالوا لك بأننا نستثمر في كذا في الأشياء المحرمة أو في الأشياء الممنوعة مثلا ما يجوز الإنسان لنتعامل معهم بل الشركة التي تدعي التزام أحكام الشريعة والواقع بأن تفعل الحرام هذه أخطر من الشركات التي تعلن تقول والله نحن ممارساتنا كذا وكذا شغلنا كذا وكذا لماذا؟ لأن هذه الشركة زعمت ودعت بأنها ملتزمة أحكام الشريعة فلبست الحرام لباس الشرع والعياذ بالله فهؤلاء يحتاجون إلى نصيحة والعهد عليك يا أبا حذيفة تزورهم تقولهم اتقوا الله تقولهم اتقوا الله أنتم الآن تخدعون الناس هذه العهد عليك أنا ما أعرف شركة من شركات التأمين تمارس مثلا النشاط المحرم أنت علمت اذهب إليهم وقول اتقوا الله خافوا الله أنتم الآن تخدعون الناس بهذا الاسم تقولوا نحن شركة تكافلية شركة تعاونية وأنتم هذا فعلكم أنتم الآن واقعون في أمر عظيم وخطير كونكم لبستم الحرام لباس الشرع والدين قل له ماذا الكلام بارك الله فيك أبو أحمد من الفجير يقول شخص عنده التزامات مالية كثيرة وعنده مبلغ مالي لكن الالتزامات يعني أكثر من المبلغ الموجود عنده يقول بالنسبة للزكاة ماذا يفعل أبو أحمد بارك الله فيك بالنسبة للدين لا يمنع الزكاة الدين لا يمنع الزكاة فإذا كان شخص مثل ما ذكرت أنت عنده مئتين ألف ولكن عليه التزامات ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف الراجح من قول أهل العلم أنه يجب على الإنسان الذي عنده مئتين ألف أن يزكي إذا حال الحول على هذا المبلغ أما الالتزامات المالية التي عليه هذه الديون هذه الديون وهذه قروض أصحابهم هم الذين يزكون هذه الأموال فيبقى قضية أخي الفاضل التخلص من هذه الالتزامات عثمان رضي الله عنه كان قبل أن يأتي الحول يقول للناس سددوا ديونكم كان يأمرهم أن يسددوا الديون قبل الزكاة يبعث إلى الناس قبل ما يأتون السعات والجبات يأخذون الزكاة يقول سددوا ديونكم فالإنسان الواجب عليه أن يبرئ ذمة مما اشتغلت به من حقوق الآخرين فإذا كان عليك مبالغ حالة يطلبها الآخرون سددها سددها والله عز وجل بارك لك فإن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه أدى الله عنه أما تقول لي لا والله الآن علي التزامات لكن ما حال الحول عفوا علي التزامات لكن ما حلت علي يعني من حيث السداد باقي كم شهر وكذا نعم يلزمك أن تزكي المبلغ الذي عندك في الراجح من قول أهل العلم يا أبا أحمد حمد بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا يعني رجل أقرأ على بعض الناس المبتلين بالأمراض خاصة الجلدية ذكر الحزاز والسلع اللي تخرج في الإنسان وكذا يقول الحمد لله في الغالب أنهم يشفون ويقول أنا ما أخذ مقابل ويقول فقط أقرأ الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي يقول قالوا للناس اسأل العلماء أخوي حمد بارك الله فيك رضي الله انكثر الله أمثالك أنت محسن ومع المحسنين من سبيل والنبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع أن ينفع أخا فليفعل أنت ليس بيدك الشفاء أنت مجرد سبب أنت مجرد سبب من الأسباب و لذلك المسلم يرقي أخوان المسلمين و يقرأ عليهم ما فيها شيء لكن أهم شيء يا أخوي حمد أنك ما تعتقد و الله كون مثلا حصل عندك أكثر من حالة شفاء أنك تعتقد بأنك خلاص أصبحت ولي من أولياء الله تنتبه لأن الشيطان يدخل الشيطان يدخل هذا أمر الأمر الثاني يجب أنك تعتقد اعتقاد جازم بأنه لا تقرأ مجرد سبب أيضا القرآن هو كلام الله عز وجل نحن ما نعتقد حينما نقرأ بأنه خلاص بيحصل الشفاء الأمر لله عز وجل الأمر لله عز وجل فقراءة الآيات القرآنية والأوراد النبوية سواء قرأ الإنسان على نفسي فشوفي أو قرأ على الآخرين فشوفوا هذا من الله عز وجل فأنت بارك الله استمر في هذا الأمر ما دام الحمد لله أولا على عقيدة سليمة وعلى منهج طيب وأيضا تقرأ الآيات القرآنية الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والشيء الآخر الحمد لله أيضا يعني عففت نفسك عن أخذ شيء من أموال الناس وتشوفوا الحمد لله لأثر طيب وبعدين هذه معروفة يعني الناس من قديم زمان أهل الصلاح والخير يقرؤون على المرضى يقرؤون على من به ثآليل فتذهب ولله الحمد يقرؤون على من به حزاز يقرؤون على من به سلعة يقرؤون حتى على من به شيء من يسمى الأكزيمة ولما غيرها هذا يعني ولله الحمد يشفى كثير من الناس لأن الله جل وعلا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في البخاري لما قرأ على اللذيغ وعند الترمذي قرأ عليه سبع مرات قال كرر الفاتح سبع مرات قال وما يدرك أنها رقية فالفاتح رقية الفاتح رقية أعظم سورة في القرآن الفاتح فلذلك أنت يا أخي الفاضل أنت يعني مجرد سبب فلا تعتقد بأن والله أنت مصدر الشفاء وإن شاء الله أنك ما تعتقد هذا لكن باب التنبيه وتنتبه أيضا على أن والله إذا كثرت حالات الشفاء أنتبه من الشيطان بل يعني يقول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اللي جعلتني سبب من الأسباب استمر على ما أنت عليه يا حمد وبرك الله فيك وحرص على لا تأخذ من الناس سيح حتى تكون إن شاء الله يكون الأجر عظيم لك والثواب كبير تجده عند الله سبحانه وتعالى نعم طيب أبو محمد من هولندا بارك الله فيه يسأل يقول سمعت جواب لك قبل أيام فيما يتعلق بجمع الصلوات يقول نحن ما نصلي التراويح في المسجد وإنما نصليها في البيت أبو محمد بارك الله فيك رضي الله عنك أنا يظهر تقصد الجواب الذي سئلت قبل أيام فيما يتعلق ببعض الفتاوى التي عندكم هناك يقول لكم يعني اجمعوا العشاء مع المغرب لعلك تقصد هذا وأظن هذا هو لأنني ما أجبت في مثل هذه الصورة إلا على هذا السؤال أخوي الفاضل بارك الله فيك أنتم ما دمتم أنكم يعني تقيمون في هذا البلد إقامة ولا تقصرون الصلاة لا يحل لكم أن تجمعوا إلا لضرورة لا يحل لكم أن تجمعوا إلا لضرورة وحاجة الوضع اللي أنتم فيه لا يمثل ضرورة ولا يمثل حاجة بارك الله فيك لا يمثل لا ضرورة ولا حاجة فأنتم ستجمعون طوال شهر رمضان لأجل أن صلاة العشاء ستوافق بداية الحضر بداية الحضر هذا غلط تقدمونها مع المغرب وإنما تصلون المغرب في المسجد وإذا بدأ الحضر قبل صلاة العشاء تصلون العشاء في البيت أنا ما تحدث عن صلاة التراويح صلاة التراويح أنا ذكرت غريبة من الغرائب و هي يقولون بأن قالوا بعضهم قالوا صلوا المغرب ثم التراويح ثم العشاء تجمعونها تجمعونها هذه واحدة من الفتاوى الغريبة و من الأقوال الشاذة هذه اللي ذكرت أنا فأفترض حتى ما في صلاة التراويح أفترض ما في صلاة التراويح في غير رمضان ما يحق لكم أن تجمعوا بمثل هذه الصورة لأن ليس ضرورة ولا حاجة و بعدين النبي عليه الصلاة قال و جعلت لي الأرض مسجد و طهورة فكل شخص الآن يصلي العشاء في بيته مع أسرة و مع أولاده و لا تجمعون بمثل هذه الطريقة و صلوا التراويح بعد صلاة العشاء في وقت العشاء يعني دخل وقت صلاة العشاء تصلون العشاء في وقتها و بعد صلاة العشاء تبدأون تصلون التراويح بارك الله فيك هذا الذي قصدته نعم من؟ بخيت؟ نعم تفضل يا بخيت السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله يا بخيت عندي سؤال يا شيخ بخصوصة عندي أختي واحدة تسأل قال تسأل الشيخ هل لا الحين لو طلعت مثلا طلعت مثلا في بر في العزبة يجوز لها تصلي بدون بر إذا كانت يعني حساسية أو غشاء يعني بدون غشاء طيح صلي إذا يجوز لها تصلي و كان يعني يأثر عليها بك حساسية يعني هذا الشيء أو في الحرم مثلا و ما عند أحدها؟ ويمكن المرات حدي مر بعيد أو في يعني طيح يعني مش أكيد أنه ما حدي مر ممكن حدي مر أو سي مثلا أبشر أبشر يبخيت أبشر أبشر تسمع الجواب فضلي مانع سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا يا شيخ عزيز أهلا وسهلا ومرحبا الله يطول عمرك يا شيخنا أنت أمس ذكرت في الحلقة أن المال الزكاة أنها عبارة عن وسخ مال أي فأما أسألك يا شيخ عن المصطلح حالي أنا ذكرته الواحد من المشايخ فأنكر علي القول هذا يعني أمس كان عندك سؤال إذا كان بيتذكر المال لوالدته أو أحد أبشر يا شيخ مرحبا أبو سكينة يا أبا سكينة أبو سكينة من فرنسا نعم سأعطيك سؤال سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضل عندي يا أخي زكاة المال كانت نقسمها على جزل المراحل كانت نقسمها على جزل المراحل كانت نقسمها على مرحلة قبل رمضان والمرحلة الثانية قبل العيد الأضحى لأن العيدة الكنصفة هم محتاجين في رمضان وفي العيد الأضحى ويتعرف إذا هذا صحيح أو غلط إن شاء الله يا أبو سكينة وعندي سؤال ثاني هذه الأيام كانت نقدر واحد صلاة جديدة سنشترك الصلاة جديدة وقال قفيتة تقول الله أكبر تقول الله أكبر وتقرى الفاتيحة وقد تقرى شيئا من القرآن وقد تقول خمسة مرة تقول هو الله أحد قل هو الله قل سبحان الله والحمد لله ولا إله لله والله أكبر تقولهم خمسة مرة صلاة التسابيح هذه نعم صلاة التسابيح هذه لا هذه الصلاة قال فيها أربعة قرعة أربعة ركاعة هذه الصلاة غير زيدة ما فيها ما يشيئة ظهر ما هي تقدر ديرها قال حيث تكمل في كل ركاعة كنت تقرأ في الفلول كنت تقرأ خمسة الحمد لله والحمد لله وشكو ومتى تصليها متى تصليها متى تصليها في أي وقت بغيت من النهار في أي وقت هذا من اللي يصليها من اللي يصليها عندك لا أنا غير سمعتك قالوا أو شي ناس بلله تدي صلاة جديدة قال لك هذه الصلاة تقدرها مرة في الأسبوع ولا مرة في الشهر ولا مرة في السنة جديدة الصلاة إن شاء الله يا أبو سوكينا أهلا وسهلا فضل يا صالح لو سمحت يا شيخ أنا أمس سألتك وانت فهمت سؤالة غلط فأنا أقول لك يعني بالنسبة للمبلغ اللي على المديون ما أقصد أني أزكي أقصد أني أعتبر من الزكاة وأسمح عنه ها وأسمح يعني أنت 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 تطلب شخص أنت تطلب شخص نعم تريد أن تخصمه من الزكاة أيوة أخصمه من الزكاة إن شاء الله يا صالح وبالنسبة للجمع بين الصوم والفطر أنا ما أروح كل يوم لو حصل لي مشوار في يوم من الأيام ونويت من الليل إذا تعرفت في الصوم أفطر وإذا وصلت قدر أواصل أواصل الصوم هذا القصد تعيب يا صالح يعني أجمع بين نجتين إن شاء الله أنت ما وضحت لنا بالأمس لكن عموما إن شاء الله إن شاء الله بخصلك أبشر يا صالح أنا أبشر يا صالح أنا ما أعلم يعني النيات أحيانا النيات اللي يسأل ما أعرف والله الجواب على قدر السؤال هذا المقصود يا تيخ حياك الله حياك الله من أم محمد أم محمد أم محمد السلام عليكم شيخنا عليكم السلام ورحمة الله مبارك علينا الشهر وعليك إن شاء الله آمين يا رب شيخنا أندي ثلاث أسئلة أول سؤال أول سؤال صلاة سنة الوضوء أي أنا بأي وقت قبل الصلاة بعشر دقائق أتوضى وأصليها يعني حتى بوقت النهي إذا كنت صليها جائز إن شاء الله وثاني سؤال أندي أنا شوي لخبطة بالهرمانات نعم مثل باللفظ مرات أغلط بالآية فهي هل ألي بنبيها لما تقرأيه القرآن بالقرآن بالصلاة يعني عندي دائما شخافي يعني تنمل وتخدر نعم من الهرمانات مرات من أغلط يعني أقول هل ألي شيء يعني يعني ما متقصد المعنى أعرفها بس لبط ما نقدر أدوط صورة صحيح لكن الفاتحة تجيبينها صحيح الحمد لله وشكرا طيب ممتاز سؤال ثالث سؤال ثالث أعوذ بالله من الشيطان أرجو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سؤال الثالث يعني ده مثل نويت من الليل أنا نويت من أول الشهر يعني الصيام من بداية بليل رمضان نويت يعني نية قلبي بأنهم ثم الشهر كله إيمان وحد تعمل لله تعال فهل أنوي يعني كل ما أفطر أنوي وراها إن شاء الله يا محمد تسلم تسلم طال عمرك أتاك طيب إن شاء الله الله يحفظك أم عوف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله لا يا شيخ لسمح بسأل معكم قراءة سورة البقرة كل الليلة إن شاء الله أيها طيب ما حكم التحسب على من ظلم لي نعم بس يا محمد مرحب أختي مرحب الله يحييك أهلا وسهلا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع عندي الأخت أمت الله من الشارقة بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة تقول اكتشفت أنا بعد يوم أن هناك دهان على يدي من الدهان الذي الصبغ الجدران تقول يعني أنا سمعت بأن من أهل العلم أن يقول إذا ما استطاعت إزالة لا شيء عليه أختي أمت الله بارك الله فيك من شروط صحة الوضو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فأي شيء في محل العضو عضو الوضو يحول بين الماء وصوله إلى اليد أو إلى الرجل مثلا أو إلى الوجه يجب أن يزال يجب أن يزال فإذا اكتشف الإنسان بعدما انتهى من الوضو أو بعد يوم أو كذا أنه والله موجود لا ما صح وضوه ولا صحة صلاة لم يصح وضوه ولم يصح صلاة أما إذا كان الشخص الصبغ اللي على اليد كثير وحاول واستعمل جميع الوسائل وما استطاع وما خرج وما أزيل ولم يبقى على خروج الوقت إلا شيء يسير فإنه هذا معذور للقاعدة الشرعية أنه لا واجبة مع العجز ولا حرام مع الضرورة لا حرام مع الضرورة يعني أنا ما أدرك أنك أنت ظهر عدتي هذا السؤال لا تركزين واجد يا أختي أمت الله بارك لا تركزين على هذه المسائل التركيز على هذه المسائل يخرج الإنسان من حد الاعتدال إلى الوسواس وإلى الشكوك وإلى الظنون ما في داعي أنت الآن ثاني يوم اكتشفت غسلتها عيد الوضو عيد الصلوات فقط لا تجعلين هذه دائما معك باستمرار أنا ما أعتقد أن الشخص طوال حياته يقع عليه الصبغ من الجدران ممكن هذا الحرفيين أهل يعني المتخصصين بالصبغ ممكن لكن شخص عادي أو امرأة في بيث طوال عمرها بينزل عليها الصبغ مثلا ما أعتقد لكن إذا حصل مرة ما تلت وتعجن وتعيد وكل ما فترة سألت السؤال هذا هذا يجعل ليش سألتك أنا عندك وسواس وقلتي لي لا لأنه سيوقعك في الوسواس إذا استمريتي في التركيز على هذا يمكن أنا جاوبتك قديمة أنا ما أدري لكن عموما ظاهر من سؤالك أنك تكررينه أنت الآن إذا ثبت عندك ثاني يوم بأن الصبغ موجود وكان كثير وليس قليل القليل اليسير هذا معفو عنه اليسير نقط مثلا معفو عنه أما إذا كان صبغ كثير هذا لا يصح مع الوضوء تغسلين تتوضين وتعيدين الصلاة اللي وقع عليك الصبغ قبلها يعني تعيدين عفونا بعدها وقع الصبغ الصلوات هذه اللي توضأت وانت ما انتبهت ليدكي مثلا تعيدين بارك الله فيك أمت الله تقول أنا أخذت مصحف من المستشفى وما كنت أدري وهذا قبل سنتين تقريبا ثم تقول حاولت أني أرجع تبين بأن المصلى في هذا المستشفى أغلق لكن في مصلى آخر في قسم آخر أو في جهة مقابلة ممكن أذهب بالمصحف إلى هذه الجهة الجواب نعم ما دام أن في المستشفى هذا فالمصليات الموجودة في المستشفى حكمها واحد حكمها واحد فالتذهبين وتضعين المصحف في المصلى اللي في الجهة المقابلة أمت الله تقول والدها يقول بأن هناك ساعة إجابة من قول المؤذن حي على الصلاة إلى قولي حي على الفلاة أخت الفاضلة يعني بالنسبة لمثل هذا الكلام يحتاج إلى دليل لأن ساعة الإجابة هذه مما أخفاها الله عز وجل عن خلقه وعباده لكن مثلا جاء هناك ساعة في يوم الجمعة لا يقوم عبد لله عز وجل يدعو إلا استجاب الله دعاء اختلف العلماء فيها إلى أقوال عديدة حاصرها من طلوع الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس أو هي لحظة من بعد صلاة العصر يعني حتى العلماء في هذه الساعة اختلفوا طيب الأذان أنا ما عندي دليل على أن والله في ساعة إجابة من قول المؤذن حي على الصلاة إلى قول حي الفلاة ما عندي لكن عندي دليل أن ما بين الأذان والإقامة هذه من أوقات الإجابة ما ظنت إجابة الدعاء فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فيما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام و قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد هذا اللي عندي فالوالد نبهي على هذا و قولي لما يجوز للإنسان أنه يجزم على شيء ما في دليل يعني مثل المسائل هذه ليست خاضعة للاجتهاد أو الاستحسان أو الذوق أو الرأي مثلا والله يمكن لا ما يصلح هذا ما يصلح لابد من دليل يقول لي الدليل من صاحب الشرع الذي ينزل عليه جبريل أن بين قول حي على الصلاة و حي على الفلاة هذا وقت لإجابة الدعاء ما عندنا دليل في هذا بارك الله فيك أمت الله تقول صديقتي نسيت عندي أوراق و ملفات أيام الدراسة تقول الآن هذه الأوراق لم تعود مهمة و هي سافرت يعني تقول يعني هل يجب علي إخبارها إذا أردت أترفها الأوراق أختي أمت الله بارك الله فيك من تيسير الله بنا أن يستر لنا وسائل الاتصال أكيد الآن أنت بينك وبين اتصال حتى لو كانت في أقصى الأرض القصية الآن الناس عندهم أقارف في أقاصى الأرض ها هم في الشمال و هذول في الجنوب يتواصلون معهم في الواتس أب و في وسائل التواصل هذه ما يكلفك شيء اتصل عليه يقول أوراق الدراسة اللي عندي الشغلات هذه أنا ناوي أترف أوراقي و معها أوراقك تحتاجينها و إلا لا إذا قالت لا أحتاجي أحفظيها و عثيها لا و إلا أقولي موجودة إذا قالت لا أحرقيها و أترفيها مع أوراقك الحمد لا تكونين مطمئنة بعد ذلك فاطم بن بوظبي بارك الله فيه تسأل تقول عن حكم أخذ المرأة حبوب رفع الدورة في رمضان أختي الفاضلة فاطم بارك الله فيك يجوز للمرأة أن تتناول حبوب منع الدورة الشهرية و رفع الدورة الشهرية في رمضان أو في الحج بشرط واحد ألا يترتب على ذلك ضرر و ذلك لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم لا ضرر ولا ضرار لا ضرر ولا ضرار و إن كان الأولى و الأحسن و الأكمل أن المرأة يعني تترك هذه الأمور و تجعل الأمور طبيعية مثل ما قال النبي عليه الصلاة و السلام و قد دخل على عائشة و هي تبكي في الحج فقال نفستي يعني نزلت الدورة فتبكي فقال هذا أمر كتبه الله على بناتي آدم يعني ليش تبكين فترك الأمور على ما هي أفضل أفضل لكن تقول المرأة والله أنا موظفة أنا طوال العام مشغولة أنا عندي ارتباطات و التزامات القضاء يصعب علي ممكن أخذ ممكن بشرط تراجعين طبيبة و تستشيرين طبيبة و تقول لك ما هذه الحبوب ما تسبب لك الأخبطة ما تسبب لك إشكالات ما يتضرد جسدك مثلا ما في بأس ولله الحمد صباح من الشارقة تقول يعني أنا عندي مشكلة في التكبيرات اللي في الصلاة تقول يعني حصل عندي لخبطة مسألة كيف أرفع و كيف كذا صباح بارك الله فيك عندنا طبعا أربع مرات ترفعين يديك في الصلاة في مرتين مرتين يحصل في الصلاة مرة واحدة بس عند تكبيرة الإحرام أول الصلاة الله أكبر هذه أول الصلاة الله أكبر الثانية في الصلاة الثلاثية و الرباعية لما تقوم من التشهد الأول و هذا ثبت فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام و إن كان لم يقل به جماهير أهل العلم لكنه ثابت من حديث ابن عمر لما تقوم من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية و الرباعية تقول الله أكبر هذا الرفع الثاني الرفع الثالث لما تجيين تركعين عند الركوع الله أكبر لما تركعين الرابع لما ترفعين من الركوع إذن مرتين في كل ركعة احفظيها مرتين في كل ركعة من ركعات الصلاة ترفعين يديك عند الركوع وعند الرفع من الركوع فقط يعني عند السجود ما ترفعين عندما تسجدين أو ترفعين من السجود ما ترفعين فكل ركعة من ركعات الصلاة عند الركوع الله أكبر ترفعين لما ترفعين الله أكبر عند تكبيرة الإحرام هذه أول الصلاة ما تتكرر أول الصلاة و عند القيام من الشهد الأول في الصلاة الثلاثية و الربائية هاي صباح واضح طيب الله أكبر في بداية الصلاة تقرأين الفاتحة لما تجين تركعين الله أكبر تركعين سمع الله لمن حمده هذه ثلاثة و عندك من القيام من الشهد الأول في كل ركعة يتكرر رفع مرتين عند الركوع عند الرفع فقط احفظيها عند الركوع عند الرفع من الركوع بارك الله فيك فرح من ليبيا طبعا فرحي تقول أنا اتصلت في لقاء سابق وسألت عن قضية رجل قريب لها تقول يعني يحتك فينا وكذا وتقول يعني يحسدنا أو شيء وقالت بأنه فيه ما يدل على ذلك تقول أنا الآن أريد أن أأخذ من أثر من حيث لا يشعر ممكن ممكن ليس شرطا أن يشعر هو هو الأصل أنك تقولين لا توضع لنا هذا الأصل أما إذا مثلا تعتقدين بأنه صعب ويسبب مشاكل وكذا ممكن تجيبين له وضع وتقولين والله مثلا توضع هنا مثلا تغلقين الحنفية تقولين الماء مغلق الآن وانت تقصدين أن أغلقت الحنفية أو أغلقت الماء يتوضع عندك في إناء وتأخذين هذا الإناء تصبين على نفسك أو أولادك أو كذا هذا هو لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة الجليلة الذي أعانى شخصا بغير قصد أن يتوضع وقال إذا استغسلتم فاغسلوا يتوضع ويغسل داخل الإزار ولو اكتفيت بالوضوء لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن أم محمد من أبو ظبي تقول يعني زميلة كلمتها تقول بأنها حلفت على يعني شخص من أقاربها أنه مات كلمة تقول الآن أنا ناوي أكلمة لأنه في رمضان وكذا تقولي بأني أنا قلت لها أكلمي وطلعي كفارة طلعي كفارة الآن سواء كلمتي ولا ما كلمتي تقول هل جوابي لها صحيحة نعم بارك الله فيك محمد أنت ما شاء الله أمتابع البرنامج ومن قديم اللهم أبالك وأكيد استفدت هذا فكلامك طيب أي إنسان حلف على شيء مستقبلي والله ما أكلم فلان والله ما أدخل بيت فلان والله ما أركب سيارة فلان والله ما أزور فلانة مثلا الأفضل أنه يحنث في هذا اليمين ما معنى يحنث يعني يفعل الشيء اللي حلف على تركه أو يترك الشيء الذي حلف على فعله لأنه خير النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكثر عن يمينه وليأتي الذي هو خير وفي لفظ فليأتي الذي هو خير وليكثر عن يمينه فأنت حسنتي بارك الله فيك والحمد لله الله عز وجل جعلت حلة لهذه اليمين وهي الكفارة إطعام عشرة مساكن خلاص اللهم استعان أم أسامة من ألمانيا والبقية بارك الله فيكم أعتذر منكم انتظار شديد لأن وقت البرنامج إن شاء الله غدا نكمل بقية الأسئلة التي وردتنا في هذا اليوم وأيضا نستقبل اتصالاتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته